اشتركوا في القناة وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة مشيدا سموه بدور المملكة العربية السعودية الكبير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وبما تشهده من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف المجالات ونوها سموه بأواصر وعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء كما بعث صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللعهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر